الزلازل لا تقتل، المباني تفعل ذلك عبارة شهيرة يرددها الخبراء والمختصون عقب أي زلزال مميت في إشارة إلى أن الخسائر في الممتلكات والأرواح سببها الرئيسي انهيار المباني القديمة والضعيفة ولعل كارثة الزلازل الأخيرة التي ضربت جنوبية تركيا أحد أهم الأمثلة على ذلك حيث أشار الرئيس رجب طي بردغان إلى أن 98% من المباني التي انهارت جراء الكارثة الآخيرة هي مباني بنيت قبل أكثر من عقدين ما يعني أنها بنيت قبل فرض قانون الإنشاءات الصارم الذي ينظم المعايير والشروط الهندسية لبناء مباني مقاومة للزلازل والذي صدر رسميا بعد زلزال عام 1999 وبينما أعلن عن انهيار أو تضرور أكثر من 41 ألف مبنى في المنطقة التي ضربتها الزلازل كشفت الكارثة عن المباني التي شيدت وفقاً للمعايير الهندسية المقاومة للزلازل ونجحت في الثبات أمام الزلازل دون تعرضها لأي أضرار هيكلية تذكرها إذن ما المعايير والضوابط التي تنظم تصميم وبناء المباني المقاومة للزلازل؟ أولاً بحسب مختصين فإن البناء المقاوم للزلازل يتطلب تأريض المبنى بشكل صحيح عبر توصيله من خلال أساساته بالأرض كما يجب تجنب البناء على الرمال أو الطين فضلاً عن البناء فوق الصدوع والفوالق الزلزالية ولتحقيق هذه الغاية يلجأ المهندسون إلى الخرسانة المسلحة بالفلاذ لتعزيز متانة المبنى فمن المهم عدم تقليل كميات الفلاذ المستخدم لأن مثل هذه الممارسات تضعف إلى حد كبير قدرة المبنى على تحمل القوى الديناميكية للزلازل ولتحمل قوة البناء أدخل المهندسون تصميمات ومواد بناء جديدة لتجهيز المباني بشكل أفضل وفقاً لموقع بيغرانس من بينها إنشاء أساس مرن أي رفع أساس مبنى فوق الأرض من خلال طريقة تسمى عزل القاعدة فعندما تتحرك القاعدة أثناء حدوث زلزال تهتز العوازل فيما يظل الهيكل نفسه ثابتاً ما يساعد على امتصاص الموجات الزلزالية كذلك استخدام مصات الصدمات في المباني والتي تستخدم عادة للسيارات اعتمدها المهندسون أيضاً لمقاومة الزلازل للتقليل من حجم موجات الصدمات وتقليل الضغط على المبنى سابرين عقاب 3 عربية